مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم الفيديو مقتطفات من طبخات عملناها في اللايف في التوك توك يعني عملنا خلال ثلاثة أيام عدة أكلات كده وقلت أن أزل لكم كده هذا كل الفيديو اللي تشوفوه كان لايف بالتوك توك يعني نزلت اللايف وبس عملت له كده يعني خليت لكم مقاطع وسرعته وقلت أرويكم إيش نحنا نطبخ في التوك توك في اللايف عشان هنا نتشقع ونفتح لايف وقلت لكم ونطبخ أشياء يعني كثيرة طبعا نحنا عملنا أول يوم من الثلاثة أيام عملنا لخم اللخم الحضرامي يكتبوا لي مين يحب اللخم ومين يعرف اللخم ومين داق اللخم ومين ما داقش اللخم تحية للحضارم ها تحية وكمان أصحاب عمان يأكلوا والمهرة كمان طبعا أفضل أنواع اللخم قالوا لي في عمان ومكلة والمهرة بس حق عمان أني اللي اكتشفته أنه أقل ملوحة يكون ملوحته أخف ما يحتاجش أني أسلقه أو أغلي لا بس أني أغسله أكثر من المرة وحط له ماء حار أو مغلي وبعدين أخليه كده عشر دقائق أو عشرين دقيقة بعدين أبدأ أقشر القلد تابعه أو القشرة لكن هذا كان صراحة كانت يعني الصنونة أو المطفاية كانت شوية مالحة يعني تنأكل بس مالحة كان المفروض أني أنقع اللخم واغسله أكثر من المرة بالماء المغلي أو أني أخليه أعطي له فورتين مرتين عشان يخف الملوحة فانتبهوا أنواع اللخم فيه أنواع فيه مالح كثير وفيه قليل الملح فيه ما يتحملش غليان يعني يكون طري ما يتحملش أنه ينغلي بس تبلوه بأكثر من مرة بالماء حار يعني انتبهوا فيه أنواع في اللخم طبعا عملنا صنونة لخم زي ما يقولوا الحضارة مبراوطة هذا كان أول لايف عملنا هو صنونة لخم وخبز طاوة وخليت أني أصاسا الصنونة خليتها أو المطفية خليتها خفيفة عشان يعرفوا يعني يغمصوا مع الخبز لكن إذا بخليها تقيلة بعمل لي روز أبيض معاها بس والله كان لذيذ جدا عملنا الخبز الطاوة وصنونة اللخم هذا في اللايف وأكيد في بعضهم ما يعرفوش إيش طعم اللخم شفتوا الربيان المقفف هو ريحته نفسه كذا قريب منه بس كده في بعض الحضارة مشوفوه ما يأكلوش اللخم لكن اللخم متان اللي واحد بضيوقه مرات اشتياكله مرة تانية يعني يستطعمه أكثر وفيما حدد قبلوا كله هذا أضواق يعني وزي ما تحبوا هذا شي يعني راقع لكم إيش بتاكلوا أنتم فالناس أضواق لاحد يقول يع ومش حلو وزي كده كل واحد يحب شي يمكن أنتم في أشياء أنتم تحبوه نحنا ما نحباش وممكن أنتم نحن نحبه وأنتم ما تحبوه شي يعني زي كده انتبهو يعني في بالأكل ما تقولوش حاجة يع ولا مش حلو ولا شي كل نعمة من الله وجدان اللخم جدان مفيد تمام وخلاص والله قلت لكم عملت خبز الطاوة طبعا أنا عملت ثلاث خبزات بس الخبزات ما شاء الله كبيرة واستخدمت لما قيت اللحيت الخبز أو فتحت الخبز استخدمت معا سمنات القمرية بس شوفوا أني بقول لكم حلوة سمنات القمرية بالخبز بس أني ما حباش كتير يعني أحب السمنة الحيوانية البيور يعني يكون أصلية فهمتوه ممكن لو بضيف سمنات القمرية كده بضيف نطفة زي كده يعني حاجة قبصة كأنه زي النكهة تعطيني لكن خلاص كان ما عندي سمنة واضطرت أني أستخدمه يعني ألح فيها عمل نص سمنة ونص زيت وما شاء الله شوفوا كيف الخبز بعدين الخبز قالت لكم كبير حجمه يعني يمكن الشخص الواحد ما يكملوش يعني ما شاء الله الخبزة أو البراوتة زي ما يقولوا ما شاء الله تحسوها يعني خلاص واحدة بتكفي خلاص ما عد بيأكل شي تاني إلا لو قدف يعني قوعان قوعان طيب ده منحنا ما عندناش يعني شرح للوصفة خلينا ندخل بالموضوع وأقول لكم الموضوع هذا اللي أشتري أكلمكم فيه عشان نكون يعني شبه متفقين تمام انتم كلكم تتابعوني وكلكم يعني أشوف تعليقاتكم وأقراها كمان وبقد والله أني كم أفرح في بكم وكم أفرح بتعليقاتكم مهمنيش أي تعليقات يعني تكون مش حلوة أني زي عدمة بس حابة أقول لكم حاجة الأشياء اللي تشوفوها عندي بالفيديو عقبتكم حبيتوها ناسبتكم شو خدوها والأشياء اللي ما تحبوهاش ما ناسبتكمش لا تسووهاش بالعكس أني أشتكم تكونوا أحسن مني بكل حاجة لكن الأشياء اللي مش حلوة ما تدلقش في بكم ما تناسبكمش لا تاخدوهاش خدوا مني الشي اللي أنتم تشوفوه حلو والشي اللي تشوفوه سيء ومش حلو ما يناسبكمش أتركوه مش لازم تاخدوه يعني كل الفيديو كل حاجة أني أسوي بالفيديو تعملوها لا شويلوا الأشياء الحلوة بالعكس كل الأشياء الإيقابية خدوها والأشياء السلبية اللي أنتم شايفينها مش حلوة اتركوها خلاص خلوها يعني مش لازم يعني تشرحوها لي ومش لازم تكلموني فيها وسبحان الله تدخلوا بعدين بأشياء أني ما قدش أسامحكم عليها ولا أني بقلس أبرد على كل أحد فهمتوا كيف فخليكم دايما خليكم ناس يعني أنا ما قدش أقول لي كل واحد حبني وكل واحد يعني لا تحبنيش فيه لبعض اللي بيحبني فيه لبعض يعني أقرأ أشياء يعني ميحبونيش أنا مزعلانة من أحد لأني أجي أحط لكم وصفة وأحط لكم تقارب وأشياء أخدتوها نفعتكم ما أخدتوهاش خلاص اتركوها عرفتوا حاجات تنصحوني فيها بالعكس تقاربكم وكده أني أخدها بالعكس وأشوفها وأقراها وأشارككم فيها وأحاول والله قدر الإمكان أني أرد على كل تعليقاتكم كل تعليقاتكم أحاول أني أرد عليها يعني بقد حتى لو أني يعني أجلس أشكركم وربنا سعدكم وده ما بكفيش يعني ولا بوفي يعني ربنا يقزيكم كل خير كم تسعدوني بكلامكم يعني لو أنتم تعرفوا أنه الكلمة طيبة صدقة وأنتم تخيلوا أنه ما دايما يعني أسمع منكم ده الكلام الحلو ربنا يسعدكم ويحقق لكم كل أمانيكم وبس والله طبعا أكي بتسألوني الطاوهة من فين؟ الطاوهة دي أظن النام إماراتي عرفتوا صاق إماراتي يسمونه وتقيل تقيل بس عشان يطلع لكم الخبز حلو لازم إيش؟ لازم يعني استهلك لازم تسود الطاوهة عشان تقع حلوة يعني أنا عندني قديدة أشتريته فمن زي الأولى حقي بس حلوة يعني كمان لما أسخنه تمام بعدين أمسحه بماء شوي أخفف السخونة تطلع تمام معايا وبس ما شاء الله شوفوا كيف الخبز ما شاء الله عليه بعدين خبزة تقينة مش خفيفة شوفوا كيف من داخل مورق وحامي حامي كده مع البروتة أقول لكم كان شي تاني بعد شاهي حمر صمار صمار ولا صمار يسموه يعني أحمر بالبخار تشربوه يعني تكيفوه على الكيف ولا قهوة وحلاوة سودة حق الحضارم إيش سموهني حلاوة سودة صح؟ أو حلوة يسموها وروعة روعة وهنا لو شوفوا زوجي كيف يحب اللخم يعني من زمان ما أكلوش إيش كيف هادك اليوم هادك اليوم قالت لهم في اللايف لو طلبت وديني فرنسا كان وداني لأنه أكل لخم وإن شاء الله كمان بإذن الله بنزلكم بنزلكم اللخم قريب مع الخبز وكل إن شاء الله بنزلكم وصفة بس كده مشروحة يعني بهدوء وما فيش سرعة ولا شي يعني بتأني يعني وصفة تمام مصورة بالعرض زي مطلوب باليوتيوب تمام وكمان عملنا إيش أعادة تدوير بقى من اللخم تاني يوم وعملنا له أعادة تدوير عملنا إيش كبسة بس إيش عملت لي عملت لي فيها حنيد تعرفوا حنيد السمك زودت عليها وثوم واهيل زودت عليها بس ونفس الكشنال اللي استخدمته كان للصنونة اللخم وبس والله ما شاء الله إيش أقول لكم الكبسة رهي بطلعت تقنن وكانوا في اللايف كلهم اشتوا طريقة وإن شاء الله كمان من أعمل كبسة اللخم كتير حلوة كبسة اللخم كبسة الثونة أنا كتير أحبه روعة 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 إن شاء الله بسوي معاكم شوفوا ما شاء الله كيف الرز وهنا أقول لكم المصداقية اللي اشتروينهم كيف حبات الرز لما شوفوا يداتي كيف تتحرق وخلاص بعد ما حرقت يدي أخدت شوية وعملت جنبي عشار بس الصراحة هو الرز باللخم كبسة اللخم حلو معاها الشتني ولا الشتني اللي بتتمر حق الحضارة محلو معاها أحلى من العشار العشار خلوها للأكلات العدنية يطلع حلو أو البرياني يطلع حلو كمان ما شاء الله شوفوا كيف الرز حبب حبب ولذيذ أنا الصراحة اشتهيت اشتهيت يا كبسة اللخم والله الآن وانيسا قل لكم من كتر اللدادة اللي فيها وبس والله وحمد الله أكلت وشبعنا الحمد الله وهنا ثالث يوم اللي كان هو أمس عملت معاهم عملت معاهم خبز النان وكمان بتر تشيكن موجود شوفوا خبز النان والبتر تشيكن موجود في القناة وموجود على تيك توك الفيديو كامل وكمان عملت معاهم تيكة تيكة تندوري دقيقة تيكة تندوري هو صدر واحد صدر استخدمت صدر سادية وعملت نص عملته في قطعته كده صغير وعملته إيدام بتر تشيكن والنص الثاني قطعته كده ما بير شي وصل كبيرة وعملته اللي هي تكة تندوري يعني قلت عمل صنفين مع خبز النان لأنه نحنا تعرفو نتعشى عشاء غدا يعتبر يعني بقد نحنا غدانا متأخر يكون عشان الدوامات فيكون على الساعة سبعة تمانية فأني حاول يعني خلاص أني أعمل كده أكله تكون ما تكون هو صراحة دسمة دسمة ما اقتشق لكم مش دسم الأكل بس عادي أعتبروه مش دسم وبس والله شوفوا ما شاء الله خبز النان بعدين إيش أدهنوا أدهنوا بالزبدة بالزبدة الثوم اللي عملناها بخبز الثوم نفسي أدهنة بعد ما يستويه ما شاء الله شوفوا كيف وهنا عشان تلصق الخبزة دهنته بماء وملح ولازم شوفوا الصاق يكون يعني ما يكون شاء في بمانع للالتصاق زي تيفال أو القرانيت اللي يكون قديدة أكيد بتسقط ولازم تتبتوها شوفوا أني أحط ألصقها وأحاول أضغط عليها عشان تتبت بعدين أخليه شوية بعدين أقلبه عشان ما تسقطش معايا أنتم استخدموا المقلة من الخلف يعني زي كده مقلة معاكم اقلبوها وبتلتسق معاكم هذا التكة تندوري طبعا أنا دايما أعملوا بالأسياخ هذه المرة ما عملتش بالأسياخ عملتو كده على الصاق عادي وصل كده زي المطاعم وهنا ما شوفوا خبز النان رهيب رهيب والله لديه يد من ألد الأكلات أنا شتيكم تقربوا البترد شيكن اللي أسويه خبز النان وكمان التكة تندوري حاجة روعاءها مشي بس حاولوا قدر الإمكان توفروا بهارات هندية أي نوع بهارات هندية يمشي معاكم وإذا لقيتوا بهارات التكة وبهارات التندوري خدوها ما لقيتوش عادي نفس البهارات الهندية لأي نوع بتلاقوها حطولي بالصبغة لون لون طعام وهنا قلت يلا تعالوا أرويهم كنا ندوق أنا صراحة أزعل عليهم كيف بالعافية بالعافية هم يكونوا خلاص باقي شوية بدخلوا من الله وبياكلوا معايا الله يعطيهم العافية كم يكبسوا ويعني التكبيسات يعني صح إن التكبيسات ما يوصلوني شمية ألف بس حلوة التكبيسات عندي وعندي ما شاء الله متابعين في التكتوك زي العسل ربنا يسعدهم وليتابعني هنا بالقناة وبالتكتوك يكتب لي أنا متابعك في القناة وفي التكتوك إن شاء الله زي التكتوك ما وصلنا كده لمتابعين كتير وأخوان وأخوات كتير هنا في اليوتيوب كمان نوصل الحمد لله انتم ما قصرتوش واني فرحانة بالعدد اللي وصلت فيه الحمد لله هده بفضل ربي ودعاء امي وكمان انتم مقفتكم قبي ربنا يسعدكم يسعد كل واحد وان شاء الله منوصل ومنحتفل بإذن الله هنا باليوتيوب ان شاء الله بس والله هدي كانت ثلاث أكلات وصفات عملناها باللايف بالتوك توك بالعافية لي ولكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكمنس حلو منكم وكمان لا تنسوش تضفوني بالتوك توك اللي عنده توك توك وبس والله